سمن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار جهود التعاون المشترك بين كيانات ومؤسسات المجتمع المدني مؤكدا دورهم الهام كحلفاء أساسيين في رحلة النجاح والتطوير للمنظومة الصحية المصرية على مستوى محافظة الجمهورية جاء ذلك خلال افتتاح وزير الصحة ومحافظ القاهرة إبراهيم صابر مشروع تطوير مجمع رعيات الأطفال للأمراض المعدية والوبائيات وملحقاته بالمستشفى حميات العباسية والذي يأتي إيمانا بأهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية وتنفيذا لخطط التنمية الشاملة التي تتبنها الدولة ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان